في العنوان الأبرز وتحت شعار الوعي يحمي حقوقك والمسؤولية تعزز تجارتك تواصل حملة وزارة التجارة والصناعة تعزيز دور التوعية في المجمعات التجارية عبر فريق متكامل من مسؤولين ومفتشين حيث يقدم أهل الاختصاص المعلومات الهامة للمستهلك وكيفية الحفاظ على حقوقهم وفي نفس الوقت توعية أصحاب المحلات بالتزامهم بالرخص التجارية والتزامهم بنوظم وقوانين وزارة التجارة والصناعة في مبادرة تعزز الثقة وتدعم النجاح التجاري ومن أجل مجتمع أنواع ومسؤول تواصل وزارة التجارة والصناعة حمالاتها التوعية عبر ركن للتواصل مع المستهلك في المجمعات التجارية ففي مجمع 360 قدم أهل الاختصاص المعلومات الهامة للمستهلك وكيفية الحفاظ على حقوقهم اليوم عندنا هذا البوث الثاني اللي عملته وزارة التجارة والصناعة طبعا راح يكون خلال ثلاثة أيام من الخميس إلى يوم السبت من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثامنة ليلا راح يكون هناك في تقديم قوانين ولواح وزارة التجارة والصناعة لإخواننا المرتادين للأسواق طبعا نحن اليوم من ضمن الخطة اللي وضعناها بوزارة التجارة والصناعة راح يكون هناك البوث القادم راح يكون في المول العاصمة ورح ننتقل بعدها إلى محافظة الأحمدي أحب أن نوه أن نحن بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت لا نأخذ أي ترسوم في حال تقديم الشكاوي أحب أن نوه للأخوة المستهلكين أن الدخول إلى مواقع رسمية في تقديم الشكاوي عن طريق برنامج سهل أو عن طريق بوابة وزارة التجارة ومع العلم أن في تقديم الشكاوي وزارة التجارة لا تأخذ أي ترسوم على المستهلك أحد أهم كذلك أن نوه أنه ضروري جداً بأخذ الفاتورة لضمان حقك وزارة التجارة والصناعة ومن خلال إدارة الرقابة التجارية تعمل بشكل فعال من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين في حال وجود أي غش تجاري إلى جانب توعية أيضاً أصحاب المحلات بواجباتهم والتقيد بالرخص التجارية لطبيعة عمل المشاء نحن اليوم حملتنا التوعوية هدفها الأساسي أن المستهلك يكون على دراية وعلى بينا بحقوقه كمستهلك في حال التعامل مع المحلات في شراء السلع أو التعامل معهم عن طريق التعامل في خدمات تجارية يعني على سبيل المثال من ضمن الحملات هذه مثلاً التوعية على طريقة شراء الفاتورة في حال شراء أي منتج سواء سلعة أو خدمة يكون التركيز على الفواتير وشنو مذكور فيها سواء الكفالات أو الاسترجاع والاستبدال خلال مدة معينة الفاتورة وايد مهمة في حال تقديم الشكوى في موقع سهل يقدرون يغدمون الشكوى أو عن طريق المراكز الموجودة بالمحافظات أو عن طريق 135 بالاتصال عليهم طبعاً أنصح المستهلك أنه لازم لازم وجود الفاتورة إذا عنده أي استفسار أو شكوى لا يتردد نحن موجودين بسهل موجودين ب135 الاتصال عليه موجودين بالمراكز إن شاء الله ما نقصر يبقى الدور كبير لإدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة والتي تسعى دائماً لخلق مجتمع نواع ومسؤول في حقوقه وواجباته رائد الشمري للنشرة الاقتصادية قناة الأخبار